بتفهم القرآنية واضربوهن انه هو لازم يفتح دماغ مراته انه هو لازم يعمل لها عشر غرز في دمخها انه لازم يكسلها ترحها انه لازم يوزلها ويشها انه لازم يعمل لها عاهم مستديمة ده جماعة فاهم غلط ده فاهم غير صحيح للقرآن الكريم الرأي زي ما قلت لكم موجود في بعض كتب الفقه قالوا بعض الأئمة ان الضرب في القرآن ورد 17 مرة وبمعنى الترك والإبعاد فبيقولك يعني لو مراتك انتهجرتها وعصها في الأول بعدين هجرتها وما سمعتش كلامك قالك سب لها البيت يعني ساعات كده وما إلى ذلك اترك هذا المكان ده بيفصل وبقولك انه اوهجورها يعني بقولك يعني ان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عمل كده لما هجر الرأي ده بقول يعني هجر نساءه صلى الله عليه وسلم شهرا ونزل القرآن العظيم عسى ربه انطلق كنا ان يبدله ازواجا خيرا من كنا مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وابكار بقولي ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هجر نساءه شهرا وان لو كان وضربهن على المعنى المقصود اللي نسفهما انك تفتح دمخة او تعورها كان عمل ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان سيدنا النبي ضرب نساءه لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت انه لم يضرب بيده لا زوجة ولا خادما وكثيرا ما كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يؤكدون ان الاخيار لا يضربون زوجاتهم ولما سبعين امرأة من نساء الانصار شكونا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم و الى البيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضرب الازواج لهم قال النبي صلى الله عليه وسلم اولئك ليسوا بخياركم يعني اللي بضرب مراته ده مش من خيار الناس ان المفروض الزوج يتعامل مع زوجته بحسن الخلق على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى الذي خلق فسوى وقدر فهدو على كل شيء قدير